بسائل تسأل وتقول السلام عليكم صديقتي كثيرة الشكوى والكلام السلبي خاصة في أمور الدراسة وتبدأ في رمي الكلمات المعبطة بسم الله المحبطة لم أدرس لم أفهم لن أنجح المنهج صعب وأنا أتأثر وأتكاسل أحاول نصحها بحسن الظن بالله والتوكل عليه والسعي لكن دون نتيجة مع أنها من المتفوقات وتنجح إحباطها يعود علي أنا فقط كيف أتعامل معها وأبتعد عنها دون أن أضايقها أو أحزنها والله إذا أنت يعني صاحبة جميلة أو دون أن أضايقها أو أحزنها بص اللي بيقول لي كلام سلبي علميها كده حتى هي كم تعملها مش عايزة أسمع أيها هتقوليلي على حاجة تحفزنا تمام مش هتقولي لا تسمعيني إلا الخير ولا أسمع إلا الخير اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي بس ما لازم مرة تعملها بدون مدايق يعني هي تعرف إزاي إن هي بتقول حاجة تأذيكي إلا وإذا أنت نبتيها وأن الأمر ده بيعود عليك بس أنت بتتأثري وبعد هي بتنجح وتتفوق وانت تتأثري لا وأفك وتعلمي إن كنت يعني إلا لن نجرحي الناس ولا بنعمل الناس بأدب وبزق وباحتراب لا أسمع إلى خير هتقولي حاجة تحفزني مش هتقولي أنا ستدودني وللها كده اللهم عافني في بدني الذكر عافني في سمعي يا رب عافني في بصري بس فسمعيني خير لما تعملي كده مرة هي بعد كده هتعمل لكن جميل توكلي على الله وبتاعه في الآخر إنت اللي بتنهزمي يعني إنت اللي بتنهزمي طلعت الطاقة الخوفي اللي جواها طلعتها عندك وتخلصت منها الخوف والألأ وهكذا ورميتم عنك وانت شربت الدنيا لأ طبعا لنا أسمع إلى الخير ودايما خلطي الناس اللي عدا أمل وحسن ظن في الله الناس اللي دايما تقويش يا بالله وغيري غيري المحيط اللي حوليك عشان انت ذات نفسك يبقى عندك الهمة والتحفز دي يا ده الله سبحانه وتعالى يجعلك قوية في الحق وفي كلمة الحق وأنك انت حتى تمنعي الأزع عن نفسك لأن فعلا المغزة وخصوصها البنات والله مناقفة البنات مساكين جدا يا تبقى محروجة يا تبقى رئيئة جدا يا تبقى بسكوتة كده زي أستاذة مناقفة يعني ما تحبش تحرج اللي قدامها عكتلي موقفش عايزة افترلكوا مره عاجتلي موقف وكذا وهي يعني من حيائها من حيائها هي رفضت تقولي اللي قدامها انت كده يعني تعديت على او تخطيتي مثلا أمر معين لا احنا مش عايزين كده احنا المؤمن يعني كيس فاطن ولبق ولا يقول إلا الحسن والكلام الحسن امنعي الأزع وهذا يعني لا يصح لا تسمعيني هذا بكل صراح انا لا احب ان اتعامل بهذا انا لو احب ان يقال لي كذا يبقى واضحين بل قدامك يبقى عارف حدودك لا انا مقدرش اتعامل معي إلا بكذا